موسيقى موسيقى شالخير و أهلا بكم مشاهدي في النور في كل مكان في حلقة الحد 9 يونيو 20-14 طبعا متعودين دايما ببتدي معاكم الحلقة من على الترابيزة مش على السرون لكن نظرا لظروف احتفال الكنيسة النهاردة في أبروشية الفيوم وزيارة قدسة البابا لصلاة العاشية والهوى اللي كنا بنقله فدخلنا في الفقر على طول وما فيش الأخبار النهاردة إن شاء الله مكملين معاكم بقى في أخبارنا وفقراتنا طول الأسبوع بما أن احنا النهاردة بنتكلم بقى على الأعياد وعندنا عيد الأنبى برقام وزيارة جميلة لكدسة البابا لأبروشية الفيوم برضو فقرتنا النهاردة متعلقة بالأعياد بالأعياد واللحمة طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة وكل المصريين طيبين أيام قليلة ويبتدي عيد الأطحى المبارك وعيد الأطحى المبارك مرتبط باللحمة كل المصريين بيأكلوا لحمة معدرش أقول مسلمين بيأكلوا المسحين ما بيأكلوش لا كلنا بناكل لحمة في الطبيع واستهلاك اللحمة بيزيد في عيد الأطحى ما بين المصادر المتنوعة لللحوم دي وما بين نوعيات اللحوم الموجودة عندنا في الأسواق اللي بتوفرها الدولة من أكتر من المصدر دي فقرتنا النهاردة اللي هنتكلم ونفهم فيها ونفهم في الموضوع ده أكتر وأكتر وأكتر وبيشرفنا يكون معنا في الفقرة دي أستاذ دكتور طارق السليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسماكية بوزارة الزراعة أهلا بيك دكتور أهلا بحضرتك أستاذ شمودة وأهلا بكل السادة مشاهدينك الكرام كل عام وحضرتك ومصرينا الحبيبة بكل خير وعلى رأي حضرتك يا ربي قطر أعياد يا رب حياك سبعتني يعني لسه كنت أهني حضرتك بعد المشاهدين فكل صمحتك طيب وبخير رب وبلدنا بخير دكتور خليني أدخل مع حضرتك على طول في مجهودات وزارة الزراعة في مصادر اللحوم الموجودة في الأسواق المصرية سواء بصفة عامة مجهودات الوزارة التنوع هذه المصادر ومتوسط الأسعار يعني نتكلم كده بفكرة مجازة عن سوق اللحوم طب إحنا متفكين أن وزارة الزراعة دلوقتي لديها قاعدة بيانات إلكترونية وجود قواعد بيانات دي بتسهل وتدعم كثيرا في اتخاذ القرار السليم ومناسب في الوقت المناسب في لجنة استرادية دي مشكلة بقرار دولة رئيس الوزراء تم دعوة اللجنة للانعقاد ودراسة انتاجيتنا من اللحوم الحمراء واحتاجتنا قد إيه وتم حساب الفجوة بالزبط ومن هنا تم الموافقة على استراد لحوم حمراء سواء كانت رؤوس حية للزبيح الفوري من دولة السودان الشقيقة والدول الأفريقية الشقيقة أو كانت رؤوس للتربية والتسمين من عدة مناشئ من دول أوروبية أو لحوم مبرادة ومجمدة يعني احنا عندنا ثلاث مصادر لحوم حية عندنا اللحوم من انتاجنا المحلي تمام وعندنا لحوم نستوردها من الخارج سواء كانت رؤوس حية ورؤوس الحية دي نوعين نوعين للزبيح الفوري ودي بتيجي من الدول الأفريقية ودولة السودان الشقيقة أو للتربية والتسمين ودي بتيجي من عدة مناشئ من الدول الأوروبية ولسه عندنا مجمد كمين دي تالت حاجة عشان بس الناس تبقى فاهمة طب إذن انتاجنا المحلي مع ما يتم استراده من الخارج ده بيلبي كافة التلبات ويغطي الاحتياجات وطبعا برضو الأزواق مختلفة والأسعار بتكون مختلفة فزي ما بقولنا حضرتك من خلال قواعد بياناتنا احنا الحمد لله مستوسقين ومتأكدين ان احنا عندنا ما يلبي كافة الاحتياجات سواء كانت للأضاحة أو للحوم المبرادة والمجمدة أو للحوم البلدية طبعا حضرتك عارف ان يمكن الفترة دي تم منع الأجهزات تماما في ما يتعلق بقطاع تنمية الصروة الحيوانية والدجينة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومن يمثلنا في المحافظات سواء مدريات زراعة أو مدريات طب وبيطاري احنا بنصبك المواطن بنروح نبص على الشوادر وأماكن بيع الأضاحة واللحوم بنستفسك ونتيقن من وجود هذه حيوانات مناسبة وسليمة وصالحة ونتخذ الإجراءات ضد أي مخلف سواء كان حيوان مش مناسبة ده كتبت للبيطاريين عليهم دور مهم اليومين دور دكتور بالضبط فعلا على مستوى الجمهورية كلها بنغطي كافة أرجاء الجمهورية زي ما بقول لحضرتك نتيقن من وجود الأضاحة والحيوانات مناسبة وصحيحة وبيتم الكشف طبعا عليهم طبعا برضو مفروض معاهي الوزير الزراعة بيصدر تعليماته لأن عملية الزبح بيتم في المجازر ده بيكون أفضل بكتير أو حفاظا على البيئة من التلوث وحفاظا على الصحة العامة وطبعا عملية الدبيح لما بيتم في المجزر بيتم طبعا بيتم مجانا وبيتم الكشف البيطاري الصحي بالشكل السليم وبيتم الزبح بالطريقة السليمة الصحيحة الفنية هيئة الفروة الحيوانية بوزارة الزراعة لها دور بصفة عامة في توفير الحوم وهي ده الدور اللي هي منوت بيها في الوقت الطبيعي اللي مفيش فيه أزمات بيبقى فيه الحاجات اللي هي التقليدية والطبيعية اللي بتقوم بيه لكن في أوقات الأزمات ومصر يعني كان الله فعون المصريين من الأزمات اللي احنا دايما بنتعرض لها وتبقى خارجة عن إرادتنا بيزداد هذا الدور خلينا بقى نتنقل لهذا الملف دور الطبيعي والحاجات بقى اللي بتعملوها زيادة لما في كميات إضافية أو الأسعار أو ضبط السوق للبدائل عشان ما يبقاش المصري أو المواطر المصري متساب تحت رحمة الجزار العادي خلينا نتفق إن فيه النمو السكان المتزايد والمتلاحق لا يوزي زيادة في تعداد رؤوس السروة الحيوانية المسؤولة عن توفير البروتين الحيواني للشاعر يمكن إحنا متابعين منذ تولي فقامة الرئيس مقاليد البلاد في 2014 إحنا شايفين اهتمام غير مسبوك بالتنمية المستدامة لسرواتنا الحيوانية طبعا بجميع المناح بس خلينا أنا أتكلم فيما يتعلق بالسروة الحيوانية والدجان زي ما قلت لحضرتك علشان يتم توفير المزيد من البروتين الحيواني يمكن إحنا لما بنتكلم مثلا في اللحوم الحمراء كان اكتفاءنا الذاتي 40% 45% على الأكثر 2014 النهاردة احنا بنتكلم بنقترب من 60% اكتفاءنا الذاتي من الدواجن النهاردة بدارة تسمين دجاجة تسمين 98% بيض المعدة 100% بل نصدر ما يزيد عن احتاجاتنا للخارج الألباني تزجع الباني الشرب 100% ونصدر ما يزيد عن احتاجاتنا للخارج تبنت الدولة المصرية على عديد من المشروعات القومية لزيادة الناتج وتقليل الفجوة الاسترادية أول أهم هذه المشروعات تمكن المشروع القومي للبيتلو المشروع القومي للتحسين الوراسي المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميل الألبان المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة عنابر وحزائر الدواجن المشروع القومي للبيتلو باختصار هو منع السكين عن زبح عجل صغير وزنه لا يتعدى الميت كيلو جرام نسبة التصافي منخفضة تزيد عن 45-40 في الماء فبالتالي بيكون كمية اللحوم المتحصلة عليها من الرأس في العمر دوة والوزن دوة لا تزيد عن 30 كيلو جرام ودي بترقبوها إزاي دكتور؟ بقرارات لا طبعا القانون والقرار يمنع دبح البتلو يعني القرار الوزارة 72 لسنة 17 بيمنع دبح البتلو المجازر لتتعامل معك وتتخذ المخالفات على طوال وليتعامل برى المجزر برضو كمان يتعاقب برى المجزر طبعا لأن هي المجازر أساسا لمشتر المشروع البتلو ده أنا أسمع عليه ممكن تجاوز لـ 25-30 سنة المشروع البتلو بدأ يعني بدأ أحياء تخذني الزاكرة يعني لا بدأ وفعلا زي ما حضرتك بتقول بس توقف سنوات بدأ أحياءه في منتصف 2017 بمبلغ مخصص فقط 100 مليون جنيه هو خلينا نقول أن الفلاح أو المربي الصغير بيتبح البتلو في الوزن دوة لأنه محتاج تمن الحيوان أو محتاج فلوس جيب الأعلاف طبعا إحنا بقرارات وضوابة وزارة الزراعة بمنع دبح الحيوان في العمر دوت والسن دوت والسماح لتربيته لـ 400 كيلو جرام على الأقل وأكثر يبقى الراس اللي كانت هتديني فقط 30 كيلو جرام من لحوم بتديني 240 و250 كيلو هنا تنمية رأسية لسارواتنا الحيوانية والحفاظ على سارواتنا الحيوانية من الإهضار بدأ المشروع القامل بيتلو في منتصف 2017 أو إحيائه في 2017 بمبلغ مخصص 100 مليون جنيه نحن النهاردة بنتكلم فيما تم قرده وإقراضه وصرفه تجاوز 8 مليارات و 711 مليون جنيه استفاد منهم أكثر من 43 500 مستفيد من شباب الخرجين وصغار المربين والسعيدات في كرة مبادرة فقامة الرئيس حياة كريمة لتنمية الريف المصري لتربية وتسمين ما يزيد عن 556 ألف رأس بدأ المشروع القامل بيتلو في منتصف 2017 بفقط الحيوانات المحلية الأبقار والجموس إنه هو إقراض بـ 5% بسيط متناقص بتايسيرات بنكية ثم في 2020 تم إضافة العجول المستوردة للمشروع القامل بيتلو وده هنا قيمة مضافة لأن العجول المستوردة بتبقى معدلات النمو والزيادة الوزنية فيها تعادل تقريبا ضعف الزيادة الوزنية ومعدلات النمو وحيواناتنا المحلية دورة التسمين هتبقى قصيرة العجل فقط 6 شهور مش سنة كاملة لأن معدلات النمو سريعة وبالتالي الفايدة لأنها بسيطة متناقصة بتبقى حوالي 3% ونص ثلاثة على حسب عدد أشهر التربية والتسمين في 2022 كمان تم إضافة لمظلة المشروع القومي اللي بيتلو تم إضافة العجلات ثنائية الغرض العجلات ثنائية الغرض دي عالية الانتاجية في الألبان واللحوم معا لضخ المزيد من اللحوم والألبان بالسوق المحلي والتوفير المزيد من فرص العمل خلينا أقول لحضرتك المشروع القومي اللي بيتلو لو قلنا استفاد منه لغاية وقتنا هذا 43500 مستفيد لو كل مشروع فقط بيشتغل فيه اتنين بلاش أكتر فشوف كم عدد فرص العمل اللي توفر زي ما قلت لحضرتك الرأس الواحدة بدل ما كانت بتديني 30 كيلو جرام من اللحوم بتديني 250 كيلو جرام شوف كمية اللحوم اللي هو تحسين السرالات ده المشروع القامل بتقوله لما نتكلم على تحسين السرالات زي ما قلت لحضرتك حاجة الواحدية تانية بعبئة عن البتل في زيادة سكانية متلحقة ومتزيدة ومتعقبة لايوزيها زيادة في تعداد رؤوس السر والحيوانية المسؤولة عن توفير الرحوم فبالتالي كان لزاما علينا البحث عن وسيلة لتحسين معدلات أداء الحيوان فالمشروع القامل للتحسين الوراسي له شقين الشق العاجل والشق العاجل الشق العاجل باختصار هو السماح باستراد حيوانات من الخارج عالية الانتجية سواء كانت عجول للتسمين والانتاج للحوم زي ما قلت لحضرتك معدلات الزيادة الوزنية التي فيها تعادل ضعف الزيادة الوزنية لحيواناتنا المحلية أو استراد عجلات متخصصة في انتاج الألبان من سلالات عالية الإضرار ما تتخضش لما قلت لحضرتك أن انتاجها من الألبان تقريبا 8 أضعاف سلالتنا المحلية يعني لو سلالتنا المحلية تدين 5-6 كيلو لبن في اليوم السلالات المستوردة يصل انتاجها إلى تقريبا 40 كيلو ويزيد لبن في اليوم طيب فيه كمان بقى سلالات سلالات سلالية الغرض سلالات سلالية الغرض هي عالية الانتاجية ومعدلات أداء عالي في انتاج اللحوم والألبان ودي تناسب صغار المربين من ناحية السعر والقيمة السعرية بتاعتها من ناحية تأقلمها وتكيفها مع الظروف والمناخات البيئة المصرية من ناحية احتياجاتها الغزائية والرعائية طيب هل يفضل هنا مدى الحياة نستورد؟ لا هنا في توجهات القيادة السياسية وتكلفات في رعاية وزارة الزراعة ومعاية الوزير الزراعة بيتبنى مشروع التحسين الوراسي التحسين الوراسي هو في عجال هو خلق وتهجين تحسين السلالات تعبار عن خلق وتهجين ما بين السلالات عالية الانتاجية المستوردة من الخارج مع سلالاتنا المحلية المقاومة للأمراض والمتأقلمة مع الظروف والمناخات البيئة المصرية لتمصير هذه السلالات والحصول على سلالات ممصرة تتميز بمعدلات الأداء العالي وتأقلم مع الظروف المناخية وعايز أقول لحضرتك يمكن النهاردة البقرة البلدية بتاع الزمان اختفت بنسبة كبيرة يعني دلوقتي أصبح عندي أبقار وعجلات تديني ما يقرب من 15 كيلو جرام و20 كيلو جرام لبن في اليوم بعد ما كانت خمسة وستة أدوات نتيجة تحسين 3 أو 4 طرقات وعندي دلوقتي عجول بتديني في اليوم معدلات نموة وزيادة وزنية تصل إلى كيلو وربع جرام في اليوم بعد ما كان فقط 600 جرام في اليوم صحيح أنا عايز أستفيد بقى ونشرح الموضوع ده ونتكلم في التمصير والإنتاجية العالية دي اللي تمت والمجهودات بس هسأزا حياتك نطلع فصل ونرجع نكمل مرة تانية مشاهدين لسه نكملين معاكم في موضوع اللحوم وتحسين السرادات مجهودات وزارة الزراعة استعدادات وزارة الزراعة طبعا لعيد الأطحى بعد الفصل خليكم معنا وقفنا مع حضراتكم قبل الفصل عن موضوع تمصير السرادات ورفع الإنتاجية ونتائج هذا التمصير مع دكتور طارق هنتكلم بقى شوية تاني في الموضوع ده نفهم إيه المقصود أكتر بتمصير السرادات السرادات عندنا إيه واللي جاء لنا من بره إيه أوجه الاختلاف والقصة دي كلها نرجع نكمل كلمنا مع حياتك يا دكتور احنا تمصير السرادات احنا اتفقنا عفوا اتفقنا إن فيه تحسين وراسي أو تحسين السرادات والتحسين وراسي أو تحسين السرادات يأما المحور العاجل واتكلمنا عليه بالاستراد يأما المحور الآجل عبارة عن الخلط والتهاجين ما بين السرادات علية الانتاجية دي المستوردة من الخارج وسلالات بحلية متأقلمة مع ظروفنا وانت تعرف يا حضرتك ان احنا دخلين على تغيرات مناخية وابتدين نحس بها بالفعل وسلالتنا كمان مقاومة للأمراض فلما يحصل خلط وتهجين ما بين السلالات علية الانتاجية مع سلالتنا المتأقلمة مع الظروف والمناخات المصرية والمقاومة للأمراض هحصل على سلالات هذه السلالات علية الانتاجية ومتأقلمة مع ظروف ومقاومة للأمراض ده تمصير للسلالات الأجنبية او الحصول على سلالات ممصرة خلينا اقول لحضرتك زي ما قلتلك السلالة اللي هي هتديني دلوقتي من خلال الخلط والتعجين حصلنا على سلالات بتديني من 15 ل 20 كيلو لبن بعد ما كانت 5 كيلو اذا الراس الوحدة بتغنيني عن انتاجات 4 رؤوس لما اقول لحضرتك ان العجل النهاردة بيديني معدلات الموه تزيد عن كيلو ربع في اليوم بعد ما كانت معدلات الموه لا تتزايد عن 600 جرام في اليوم اصبع عندي رأس تسمين حيوان تسمين يديني اضعف فشوف هنا وعايز اقولك ان كمان تعريبا مصرفات تشغيله وتكليف الانتاج شب واحدة بمعنى اللي بيديني اربع خمس اضعاف لبت ده ما بياكلش اربع خمس اضعاف مش متكلف ناس التكلفة التانية اللي بيديني دعف معدلات الموه ما بياكلش دعف اللي كان بياكله طب انا رأي سؤال هنا دكتور هو مفروض العجل يتدبح امتى بحيس يديني كان في المتوسط يعني اللي اقول كده ده عشرة العشرة طيب اقول لها حضرتك لما بيتدبح الاوزان صغيرة العجل كل مكان صغير كل مكان نسبة التصافي والتشافي اللي هو الحصول على لحم مشفاة اكبر قدر من لحمة مشفاة اقل بطب اقل لان فيه ما يسمى بالرابع الخامس الرابع الخامس ده عبارة عن الاطراف لها الارجل والجلد الارجل دي اللي هي بقى الكوارع والقصص دي والحاجات دي والجلد والكبد والفشة والرقة بثقافتنا الشعبية الحاجات دي اللي بيسموها فواكه اللحوم والحاجات ليها برضو بتتاخذ في الحزبة ولا دي حسمها سعايز اقول لحضرتك دي خلينا كمان نتكلم بالتعديد عليش انا برضو بفص ايه بثقافتنا لا طبعا وزن الجلد وزن الارجل وزن الرأس دي نسبتها الى الوزن الكل اللي بتقل مع تقدم الوزن وزيادة الوزن فبالتالي لو انا هتبح ده اللي كنا بنتكلم عليه على مشروع البيتلو ومنع دبح البيتلو وقرارات وضوابة وزارة الزراعة لازم تربي الى ربعمية كيلو جرام على الاقل اما تبقى مخالف المية كيلو جرام ده نسبة تشفي لا تتعدى الثلاثين في المية يبقى انا ده باحت عجل وزنه مئة كيلو جرام اداني كمية من اللحوم ثلاثين كيلو جرام طب لما خلي بقى الربعمية ربعمية وخمسين خمسين نسبة التشفي لا هتتعدي الخمسين في المية يبقى ده باحت العجل اللي وزنه خمسمية كيلو اداني ميتين وخمسين كيلو جرام من اللحوم انا برضو نفس الرأس ادتني سبع تمن أضعاف الكمية من اللحوم اللي كان ممكن أتحصل عليها لو دبحتها صغير وفي العلف وفرت في العلف برضو وفرت لأن حضرتك هنا معدلات الزيادة أو التحويل معدل التحويل من علف للأحم هنا بتكون أفضل وبالتالي هنا زيادة كمية مش عددية بنفس عدد الرؤوس قدرت أتحصل على زيادة كمية والحفاظ على صرواتنا الحيوانية من الإهضار كان بيحصل إهضار دبح البتلو ده كان إهضار لصرواتنا الحيوانية طيب لو اتكلمنا عن عدد الرؤوس أو متوسط يعني عدد الرؤوس اللي مصر بتستوردها سنويا وهل لسه عندنا نسبة عجزة جبيرة في النتج المحلية دكتور لا بص حضرتك زي ما قلت لك تخطينا من 40% سنة 14 النهاردة من 56% ده نسبيا لكن بشكل مطلق لا إحنا معدين كتير ليه إحنا حضرتك لا نخفل الزيادة السكانية اللي تقريبا كانت من 15 إلى 20 مليون في الفترة دي الإخوة الوافدين اللي موجودين كل دوت برضو النسبة اكتفاءنا الزيادة زادت مش بس سبتت ولا قلت زادت مع مراعاة العوامل دي العوامل دي ما أقول لحضرتك نسبيا لا إحنا الدنيا أفضل بكتير وخلينا أقول لحضرتك أضرب لك مسأل صغير أوي حاجة كلنا يمكن لحظناها في كورونا 2020 من خلال قواعد البيانات اللي عندنا احنا قلنا انتاجنا من اللحوم الحمراء هيكون 52% وبالتالي علينا استراد من الخارج 48% لسد الفجو في نهاية السنة وما مرت بيه من كورونا شفنا إن المربي والمنتج المصري مع الدولة المصرية قدر يسطر مع الحامة وطنية بالفعل العالم كله اتعلم منه يمكن منبر حضرتك الإعلامي أشاد بيها وتكلم عنها إن احنا مش بس في الوقت اللي كان الدولة العالم بتقلل انتاجها احنا مش بس حافظنا على انتاجنا لا ده احنا زودنا انتاجنا وعلى آخر السنة انتاجنا زاد من 52% لـ 58% ده بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل مشروعات زي المشروع القومي اللي بتل وانا قلت لحضرتك المشروع القومي اللي انا بحافظ على صروعات الحيوانية الراس اللي بتديني 30 كيلو لا هتديني 240 و250 كيلو بس هنا زي ما بقولوا إذ أردت أن تطعف أمر بما يستطع بما يستطع فالحصل أن الدولة المصرية هنا وفرت الكروض البنكية الميسرة بـ 5 في 100 كارد بسيط ميسر قدر الفلاح وقدر مربي الصغير أن هو يحافظ على الرأس بتاعته ما يتبحاش وقدر أن هو يوفر لها الأعلاف والتغذية وبالتالي تربح وكسب يمكن كمان المشروع القومي اللي بتيله في توجهات القيادة السياسية اللي نحن نشرك معنا جمعيات المجتمع المدنية أو الجمعيات الأهلية جمعيات المجتمع المدنية والجمعيات الأهلية لها شبكة تواصل اجتماعي أوسع وأعم مع صغار المربيين توصل بحكم أن هما بيتعاملوا معهم بالزبط فبالتالي كمان يمكن وزارة الزراعة تبنت فكرة استغلال الأصول الغير مستغلة على الوجه الأكل بالتأكيد طبعا زي ما حقا قلت مشروع حياة كريمة فات في الموضوع حياة كريمة بالزبط حياة كريمة وكان عندنا في وزارة الزراعة والمراكز البحسية التبع وزارة الزراعة في بعض الحزائر والمزارع مش شغالة ولا تعمل تم رفع كفاءاتها على أعلى مستوى وتم تأجيرها بنظام حق الانتفاع لبعض الجمعيات الأهلية أو جمعيات المجتمع المدني وتم تربية الحيوانات فيها وتسمين الحيوانات في المشروع القاومة التي تقول له لصغار المربيين بقى والشباب الخارجين اللي هم مراغبين في المشروع لكن ما عندهمش مكان أو ما عندهمش الخبرة وبالتالي عايز أقول لحضرتك أن نسبة استرداد القرد وصلت بالفعل إلى 100% وده بيرجع لحاجتين بيرجع لواعي المستفيد في توجيه القرد في مخصص من أجله وبيرجع لتكسيف المتابعات الميدانية من قبل وزارة الزراعة المتمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيترية وقطاع تنمية السر والحيوانية والدجنة ومعانا البنك الممول على المستفيدين المتابعات دي مش الغرض منها تصيد مخالفات لكن احنا منشوف أي مشكلة أو إدارية والعمل على حلها وتزليلها فيما ده أي مشكلة طبعا في البداية بيبقى حلها سهل بكتير بدل ما تتعقد ونخش في مشاكل نخش في مشاكل تاني تمام أنا برضو عايز أستفيد من وجود حضرتك معي دكتور طريق واروح شوية هارجع لللحمة تاني لأن اللحمة أساس حاليتنا النهاردة بس عايز أتكلم عن الدواجن وعايز أتكلم عن البيض وعايز أتكلم عن الألبان ومجهودات وزارة زراعة خصوصا أن الأسعار بره بتنزل وتطلع في مجهودات رائعة بتشوفها للدولة وزارة زراعة ولكن برضو مازال عندنا إشكالية في السوق بره كده إيه المجهودات اللي عملتها وزارة زراعة في الثلاث حاجات دول طب لو اتكلمنا عن الدواجن هي حجم الاستثمار في الدواجن يزيد عن مئة مليار جن بيعمل فيها ثلاثة ونص مليون ناس متعريبا بشكل مباشر أو غير مباشر احنا وصلنا الحمد لله للاكتفاء الزاتي في الدواجن وبيض المئدة ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا إلى الخارج دوت يمكن بفضل الله تعالى ثم ببعض المجهودات هقول أهمها في عجالة يمكن قرار الجمهوري بفتح أفاق للاستثمار الدجاني في الظهير الصحراوي قرار الجمهوري 139 لسنة 2020 بفتح أفاق للاستثمار الدجاني في الظهير الصحراوي بعيدا عن الزحام الوادي والدلتا وأصبحت شركات كبرى بالفعل استلمت موقعها وأنتاجت فيها وضخت إنتاجها للسوق المحلي أو للتصدير عظيم اعتماد مصر من الدول التي تعتمد لمنشآت الدجاني المعزولة تبقى لضوابط وقواعد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وبالتالي أصبحنا قادرين على تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من إنتاج الدجاني بعد توقف دم أكتر من 15 سنة تمام عقد البرتوكولات ما بين وزارة الزراعة والبلوك الممولة الوطنية سواء كان الأهل المصر أو الزراع المصري والاتحاد العام لمنتج الدواجن لتوفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لصغار مرب الدواجن وتحويل عن بيرهم من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق وما يترتب على ذلك من أثار إيجابية نظام التربية المغلق باختصار الدواجن أو التيور موجودة جوه العنابر في ظروف مكيفة تناسبها وتناسب كل وظيفها الفيسولوجية سواء كانت تهوية أو إضاءة أو دراجات حرارة فبالتالي هنا عدد الدورات المربى في العام بالنسبة للنظام المغلق بتصل إلى ثمان دورات عدد الدورات المربى في العام في النظام المفتوح أربع خمس دورات يعني المغلق هو اللي عليه الحمل الأكبر أفضل عشان كده بعض المربين الدواجن بيشتكوا دوقت إما الكهرباء بتقطع فالدنيا معهم بتبقى الأزمة بتيجي من هنا حالي الدولة فيه نفوك هل إحنا نقدر نمشي بالتنين يكون المفتوح ده حل في وقت الأزمات لا النظام المفتوح بالعكس لما القربة تقطع هيتعرض لدرجات الحرارة المحيطة لكن النظام المغلق مجرد ما القربة بتقطع بيشتغل المولد بيشتغل الجنريتور لكن دونها ممكن بيشتغل نفوك الدواج أعلى في النظام المغلق بيكون موجود في بيئة منعزلة تماما عن البيئة الخرجية فبالبقى نعرضه للشمس فممكن يتبهد الأكثر بالزبط أنا عايز أقف محيطك عند النقطة نرجع نكمل كلامنا هنطلع فاصل مشاهدينا ولسه مكملين مع حضراتكم حاليا قبل الفصل كنا بنتكلم مع دكتور طارق عن المجهودات بقى في حتة الدواجن خلصنا الدواجن عايزين نتنقل بقى للألبان والأعلاف اللي هي دايما كنا بنسمع فيها شوية يعني إشكاليات لكن ابتدت أنها تتحل مشكلة الأعلاف والألبان والإنتاجية نفع من حق أكتر دكتور طارق طيب احنا خلينا نقول أن مراكز تجمع الألبان هي المنافذ التسوقية لصغار مربي ماشية اللبن صغار مربي ماشية اللبن تقريبا يمتلكون من حوالي 60 ل70% و80% كمان من جملة ما لدينا من سروة حيوانية وماشية ألبان وبالتالي الاهتمام بمراكز تجمع الألبان هو اهتمام بصغار مربي ماشية اللبن طيب كانت مراكز تجمع الألبان تعمل في معزل تماما عن الدولة وعن الحكومة وعن وزارة الزراع بفخامة الرئيس اعتبر تطوير مراكز تجمع الألبان مشروع قومي وجه فخامته بتحمل الدولة المصرية تكليف الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لكل مركز تجمع الألبان يتم تطويره لأول مرة بيتم عقد بروتوكول ما بين وزارة الزراعة والبلوك الممولة الوطنية برضو ووزارة الانتاج الحربي لضبط منظومة العمل في تطوير مراكز تجمع الألبان وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة للتطوير تبقى للمواصفات القياسية بصناعة مصرية بأيدي مصرية بفترة ضمان أطول وسعر أقل جودة أعلى البنك الزراع المصري وافق على مد أجل سداد القرد إلى 8 سنوات بدل 5 سنوات تم استثناء أصحاب مراكز تجمع الألبان من الشكل والشرط القانوني للتمويل والإكراد النهاردة احنا طورنا تقريبا 241 مركز تجميع ألبان يعملون تبقى للمواصفات القياسية على أعلى مستوى ومعهم كمان 41 مركز تجميع ألبان في المجمعات الزراعية الخاصة بمبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة لتستوعب كل كميات الألبان من صغار المربعين في هذه المناطق طبعا احنا عندنا الحمد لله اكتفاة ذاتي في الألبان التزيج الألبان الشرب بلن نصدر ما يزيد عن احتاجاتها في صورة صناعات صحيح يمكن كمان حضرتك تطوير مراكز تجمع الألبان دلوقتي للحصول على كوب لبن أفضل وآمن وأعلى جودة سواء كان للتصدير أو سواء كان للتصدير أو سواء كان للإستهلاك المباشر طبعا برضو توطوير مراكز تجمع الألبان بيصبق الاهتمام بالتحسين الوراثي ورفع كفاية ورفع معدلات أداء الحيوان بيصبق الاهتمام بعملات التغذية والرعاية بيصبق الاهتمام بعملات الحليب في ظروف أفضل ورغط للبن بشكل آمن إلى مراكز تجمع الألبان دي فعجال طبعا برضو وزارة الزراعة الوحديها طورت وانشأت 8 مراكز تجميع ألبان في مناطق يتمركز فيها صغار مربي ماشية اللبن وتفتكر إلى وجود مراكز تجميعها الألبان زي اللحوم برضو مرتبطة بالأعلاف طمنا على موضوع الأعلاف خصوصا أن كان فيه أزمة وفيه مجهودات للدولة قبل الأزمة وبعد الأزمة موضوع الأعلاف في عجالة يتابع على أعلى مستوى فقاومة الرئيس بيتابع الملف دولة رئيس الوزراء وجه معايا الوزير الزراعة بتدبير العملة اللازمة من البنوك للإفراج عن الخامات العلافية العليقة في الموالي المصرية سواء كانت الدورة أو السوية أو إضافات الأعلاف يمكن حضرتك حصل تراجع فيه خامات وأسعار خامات الأعلاف بنسبة تزيد عن 35% أسعار الأعلاف بالتالي تراجعت برضو بنسبة من 30% إلى 40% طبعا الدولة المصرية نحن متعودين تصمك الخطوات أو تصمك الأحداث بخطوات مش بخطوة واحدة يمكن كمان معايا الوزير الزراعة وجه العلماء والبحثين في المراكز البحثية باستنباط أصناف من المحاصيل العلافية تتحمل الزراعة في الأراضي الهامشية ولا تنافز المحاصيل الاستراتيجية تتحمل ملوحة في مياه الري انتجياتها أعلى كمان المحاصيل التقليدية اللي عندنا زي البرسيم والدورة بقى عندنا أصناف انتجياتها تصل إلى 130% بتمكس في الأرض فترة أقل انتجياتها أعلى احتياجها للمياه أقل طبعا كمان عملية الزراعة التعاقدية أصبح الفلاحة دلوقتي بيزرع هذه المحاصيل العلافية سواء كانت الدورة أو السوية وعارف ان هو فيه سعر ضمان بالنسبة له وبيبدأ عقد ضمان مع الدولة بحيث لو السعر العلمي وقت الحصاد زاد عن السعر الضمان المتعاقد عليه هيتحاسب على السعر العالمي لو السعر العالمي قل عن سعر الضمان بيتحاسب بنفس سعر الضمان المتعاقد عليه محصيل أو ملف الأعلاف ملف كبير بس أنا شايف أن حضرتك تقريبا لا إحنا تقريبا عشان وقتنا أنا بس برضو محتاج وإحنا داختينا على عيد الأطحى برضو وإحنا بنهني حضرتك وبنهني مشاهدينا نحتاجين نطمن الناس على جودة نوعيات اللحوم التانية والقيمة الغذائية متقربة ناس تقول لك أسرها مش هلائي زي اللي أنا بأخذه في البلد كل البدائلة حتى تحتنا دي جودتها وقيمتها الغذائية كويسة ونطمن الناس فيها خلينا أقول لحضرتك أن الدولة المصرية لا تسمح بدخول رأس واحدة من الحيوان إلا تبقى للمواصفات العالمية وتبقى للضوابط المحجرية للهيئة العامة للخدمات البيطرية مش معنى لا أنا بستورد أن أنا فتحها كده لا ده فيه اشتراطات صارمة جدا سواء كانت لللحوم المبردة أو المجمدة سواء كانت الرؤوس الحية زي ما قلت لحضرتك للدفع الفوري أو للتربية أو التسمين نحن لا نسمح بدخول أي حيوان أو أي كيلو جرام واحد باللحوم إلا تبقى للمواصفات القاسية العالمية وإحنا على فاكرة اشتراطاتنا يمكن أصعب اشتراطات على مستوى العالم تمام بالتوفيق دايما أستاذ الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والدجنة والسماكية بوزارة الزراعة شرفتنا ونورتنا وكل سنة وحياتك طيب شكرا وكل عام وحضرتك وكل مشاهدينك الكرام وكل مصرنا الحبيبة بخير وزي ما حضرتك قلت برضو في المقدمة يا رب يقطر دايما أعيان أمين يا رب شكرا مشاهدين دي كانت فاكرتنا النهاردة عن موضوع اللحوم واستعدادات وزارة الزراعة لهذا الموضوع يمكن زي ما قلت لحضرتكم ما قدرناش ندخل بالفاكرة الإخبارية علشان زيارة كدس البابر للفيوم وصراط العشية والاحتفال بأيد القديس الأنبى وبرام بكرة مكملين معاكم في نفس معادنا الاثنين والترائية والاربع تسع مساء موسيقى موسيقى